أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أبلغت جميع الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطع غزة وشدد المصدر على أن مصر حذرت إسرائيل من تدعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما أوضح المصدر رفيع المستوى أن مصر قامت بدورها للوصول إلى تفاقي هدنة وتحملت المسؤولية التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني كما أكد المصدر أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب تصعيد غير المقبول وحملتها مسؤولية التدهور في قطع غزة بأدواتها الدبلوماسية وحكمة قيادتها السياسية أثبتت مصر أنها رمانة ميزان المنطقة فمنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطع غزة تبزل مصر جهودا حسيسة للتوصل إلى تهدئة للأوضاع وإنجاز صفقة تبادل المحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية حتى الوصول إلى مرحلة المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس التحرك والمفاوضات الأخيرة التي تقودها مصر تأتي في وقت بالغ الأهمية وهي بمثابة طوق النجاة لمنع توسع الصراع في المنطقة وتلاشي أي تدعيات للعدوان الإسرائيلي على قطع غزة ولم تكتفي مصر بالاتصالات المكسفة التي تقوم بها القيادة السياسية مع كافة الأطراف بل اقترحت رؤية متكاملة لحل أزمة غزة وأصبحت هذه الرؤية بما اجتملت عليهم المقترحات عملية بمثابة المحور الرئيسي لكافة المفاوضات التي تمت في باريس والدوحة وتل أبيب ثم مؤخرا في القاهرة المقترحات المصرية الأخيرة أطفت أجواء إيجابية على المفاوضات وحظيت بترحيب الأطراف المعنية ومن هنا برزت آمال هدنة ينتظرها سكان قطاع غزة حتى تتوقف تدعيات الكارثة الإنسانية ولا زالته مصر تسعى جاهدة لتجنيب أهالي غزة وإلى تشن إسرائيل عملية عسكرية موسعة في رفح الفلسطينية مع تكسيف اتصالاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل وحركة حماس من أجل منع تدهور الأوضاع في المنطقة واحتواء الموقف الذي يمكن أن يصل إلى نقطة لا عودة وعلى جميع المستويات وخلال جميع الاتصالات ومصار مراحل التفاوض المختلفة أكدت القيادة السياسية على عدد من الثوابت ومن بينها رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية ثوابت لا تتغير ولا تتأثر حيث ظل الموقف المصري منذ اللحظة الأولى من بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي يواصل المساعد دؤوبة لدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية والتوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية